الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءات تفسير سورة الكهف في بيت الله الحرام أبتدئ فيه بالآية الرابعة والثلاثين في قوله تعالى في الآية الثانية والثلاثين في قوله واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتتوا كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا حيث لا زال السياق في بياني أن العبرة بالصلاح وليست بكثرة أعراض الدنيا وقد ذكر الله جل وعلا نموذج ذلك في قصة أهل الكهف فملك زمانهم مع ما أوتي من أمور دنيوية كثيرة لا أن عاقبته شنيعة وأولئك الفتية الذين أووا إلى الكهف ليكون ذلك من أسباب صيانتهم من عبادة غير الله جل وعلا فكانت العاقبة الحميدة لهم دنيا وآخرة وهكذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وبينا أن العبرة بنهايات الأمور وعواقبها وكم من إنسان أوتي بعض أعراض الدنيا وكانت وبالا عليه في الدنيا مع ما ينتظره من العقوبة في الآخرة في سياق ذلك ضرب الله جل وعلا مثلين أحدهما بقصة تصويرية تبين حقيقة هذه الدنيا والمثل الثاني ضربه الله جل وعلا للدنيا ككل فقال سبحانه واضرب لهم مثلا أي تكلم معهم ببياني مثال في قصة من القصص لرجلين أحدهما قد شكر الله جل وعلا على نعمه والآخر قد كفر الله في نعمهم وانظر لما كان منهم ما كان لهم من العواقب في الدنيا من أجل أن يكون ذلك محلا للاعتبار والاتعاض والمراد هنا تعريف الناس بأن أعراض الدنيا وزهرتها لا تعني وجود السعادة كاملة ضرب الله جل وعلا مثلين مثلا لرجلين قال جعل لأحدهما جنتين أي هيى الله لأحد هذين الرجلين هو الرجل الكافر بستانين عظيمين لدرجة أن أشجار كل بستان يغطي بعضها بعضا وهذه البساتين من أعناب فهي من أشجار الأعناب التي يوضع لها العريش قال وحففناهما بنخل أي أن الله جل وعلا قد جعل نخيل التمور على أطراف ذلك البستان الذي من الأعناب فاجتمع له ثمرتان عظيمتان إحداهما ثمرة التمر والثاني ثمرة الأعناب مع ما يوجد من منظر بديع في ذلك حيث إن النخيل قد حفت وجاءت في جوانب النخل وجعل الله جل وعلا هناك زروع قال وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا وَالزَّرْعُ مَا لَيْسَ لَهُ سَاقٌ مِنْ النَّبَاتِةِ فانظر إلى ذلك المنظر البديع وما فيه من الثمار فالحبوب تأتي من الزرع والثمار تأتي من الأعناب والنخيل وكلا الجنتين قد آتت أكلها أي أن فيها من الثمار الشيء الكثير المتضاعف ولم تظلم منه شيئا أي أن كل بستان من هذين البستانين قد آتا بثمار كثيرة ليس فيه نقص وذلك أن المياه متوفرة وحيث يوجد عندهما نهر ماء حلو متدفق وكان له ثمار كثيرة عظيمة وهذا المثال لمثال من اجتمعت عنده زهرة عظيمة وزينة كبيرة من الدنيا فيما يتعلق بأمور الزراعة فكان ما آتاه الله لذلك العبد سببا من أسباب افتخاره وظن أن درجته عالية فقال لصاحبه وهو يحاوره على جهة الافتخار والترفع واستنقاص صاحبه أنا أكثر منك مالا عندي أموال وفيرة وأعز نفرا فقال لصاحبه يعني المؤمن وهو يحاوره أن يتكلم معه على جهة المناقشة والمحادثة على جهة الافتخار والتكبر والترفع أنا أكثر منك مالا فعندي من النخيل والأموال والأعناب والزروع الشيء الكثير الذي ليس لديك مثله وكذلك افتخر بأن عنده من الحاشية والأنصار من المماليك والخدم والشرط والأقارب ونحوهم فافتخر عليه بهذه الأمور وهذه الأمور هبات من الله جل وعلا ولا ينبغي بالإنسان أن ينسب نعم الله جل وعلا لنفسه وقال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أي قد أخطأ في حق نفسه حيث ظن أن هذه النعم ستبقى أبد الآبدين ولم يقدر أن الموت سيأتيه وأنه سينتقل عن هذه الدار ولم يقدر أن هذه النعم يمكن أن تزول في يوم من الأيام ولذا قال بظن فاسد ما أظن أن تبيد أي أن تهلك وتضمح هذه البساتين أبدا لأنه مطمئن إلى الدنيا راغب فيها قد نسي الآخرة ولذا قال وما أظن الساعة قائمة يعني أنه لا يوجد هناك يوم آخر يحاسب الله فيه العباد على حسب ظنه وما أظن الساعة قائمة ولو قدر أن الساعة قائمة فرجعت إلى الله جل وعلا فإنه سيعطيني خيرا من هذه في الدنيا فإن من أعطاني هذه في الدنيا ما أعطانيها إلا لمحبتي هكذا يقول وبالتالي إذا جاء يوم القيامة على فرض وقوعه فسيعطيني الله جل وعلا خيرا منها منقلب أي محلا أنقلب إليه وأعود إليه يوم القيامة فاجتمل هذا اللفظ على إنكار الآخرة وعلى الاستهزاء بدعوات الأنبياء عليهم السلام وقد يكون هذا الكلام على جهة الجهل فحيث نسي أن الله تعالى قد يعطي بعض العباد في الدنيا ويمنعهم في الآخرة ولا يعني هذا أن التكسب وامتلاك الأموال الكثيرة من الأمور المذمومة فإن الله تعالى قال وآت المال على حبه فلم يعب عليه حب المال وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال إن ترك خيرا فسمى أموال الدنيا خيرا ولكن الإشكال في أن ينسب الإنسان هذه الدنيا إلى نفسه وينسى أنها منحة من عند الله جل وعلا وينسى أن يقوم بواجب حق الله فيها حينئذ انبر له صاحبه المؤمن ليذكره بالله عز وجل ويخوفه منه على جهة المحاورة والنقاش فقال له صاحبه أي نصحه صاحبه وهو يحاوره أن يتكلم معه يراد الحديث فقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب فكر فإنك قد وجدت من عدم وأنت ستنتقل وإذا كان الله قد أوجدك من التراب فإنه قادر على إيجادك مرة أخرى ولذلك فربك الذي خلقك من تراب ثم جعلك نطفة ثم سواك رجلا قادر على إعادتك مرة أخرى ثم له نعم عليك عظيمة منها نعمة إيجادك ونعمة ما وهبه لك من النعم والمنعم حقه أن يشكر لا يكفر ولذا قال لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فقال له المؤمن على جهة الاستدراك لم يوجدني من العدم إلا الله ولم يعطني هذه النعم إلا الله ولذلك فأنا مكر بعبوديته كما يفهم ذلك من لفظ الله ومقر بأنه المنعم المتفضل كما يدل عليه اللفظ ربي ثم قال ولا أشرك بربي أحدا أي لا أنسب شيئا من النعم إلى غير الله جل وعلا وإنما هي لله سبحانه وتعالى فاعترف بأنها من عنده وأنه هو الرب المتصرف في الكون وأن العبادة حق خالص له سبحانه وتعالى ومن هنا تكون نعمة الإيمان أعظم من نعمة المال والولد فإن نعمة الإيمان يترتب عليها صلاح أحوال الإنسان في الآخرة ثم قال له أنا مقر بأنني أقل منك مالا وولدا وهذا عطايا من الله جل وعلا فلا تفتخر علي بكثرة مالك وكثرة ولدك وفإن ما عند الله خير وأبقى ولذا أتمنى على الله أن يعطيني أفضل من جنتك التي فيها ذلك المنظر البديع وأخشى عليك أن يرسل الله عليك حسبانا من السماء أي عذابا من السماء يحسب لك سواء كان من المطر العظيم ونحوه فإنه إذا جاءك العذاب فإن ذلك تلك البساتين ستصبح صعيدا زلقا أي إذا تزول هذه البساتين بالكلية ويتلف ما فيها من الثمار وفيزول نفعها أو على الأقل أن يصبح ماء تلك البساتين غورا أي يدخل في جوف الأرض وبالتالي لا تستطيع له طلبا لكونه قد دخل في الأرض وهذا المؤمن لم يدعو على هذا الرجل بزوال هذه الأمور إلا أنه أمل أن يكون ذلك أحسن لحاله لعله أن يعود إلى الله وأن يقوم بعبودية الله جل وعلا فإن الدنيا قد غرّت ذلك الرجل وأطغته فلعل زوالها أن يكون سبب من أسباب إعادته في التفكير فيرجع إلى الحق والهدى ويبصر طريق الإيمان فاستجاب الله جل وعلا دعاء ذلك الرجل المؤمن وفأحيط بثمره أي أنه جاءه أمر مهلك بحيث أتلف جميع الثمار ولم يبقي منها شيئا وإذا تلفت الثمار فإن ذلك دليل على تلف الأشجار وتلف الزروع فكان الأمر كذلك وحينئذ جاء لذلك الرجل الكافر أن دامه فاشتد عليه الأسف فأصبح يقلب كفيه أن يقوم بوضع في يده اليمنى على كفه في اليد اليسرى ثم يقلبه على الناحية الثانية كأنه يحسب ما أنفقه في تلك الجنة وتلك البساتين فإنه قد أنفق فيها نفقات دنيوية كثيرة كثيرة فلما رأى ما حل بذلك البسان إذ محل أماله ولم يبقى عنده شيء من العوض في تلك الحال قال الرجل الكافر ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا قال ولم تكن له فئة ينصرونه أي لم يكن عنده معاونون يعاونونه في دفع عذاب الله وما كان منتصرا أي لم يكن إلا خائبا منهزما لما نزلت به عقوبة الله جل وعلا والله جل وعلا لا يقدر أحد أن يغالبه في كونه وقدره وكان ذلك من أسباب رجوع ذلك العبد إلى الله جل وعلا وعوده إلى رب العزة والجلال ولذا قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وهذا دليل على أنه عاد إلى الإيمان ولعل الله جل وعلا عوضه خيرا من بستانه الأول ثم قال تعالى هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا في تلك الحال التي وضع الله فيها العقوبة على أهل الطويان ممن قدموا الدنيا ونسوا الآخرة فحينئذ علم أصحاب ذلك الحال أن العقوبات تكون على من ترك شكر الله جل وعلا ومن هنا قال هناك الولاية لله ففي هذا دلالة على أن الولاية الحق لله جل وعلا فمن أراد أن يكون وليا لله جل وعلا فعليه بالتمسك بشرع الله ودينه ثم قال هو خير ثوابا وخير عقبا أي أن الله جل وعلا يعطي الثواب الجزيل والعاقبة الحميدة والاه جل وعلا فيكرمه الله بأنواع الخيرات ويدفع عنه الشرور بأنواعها وبالتالي نعلم أن ثواب الآخرة هو الذي تتعلق به النفوس ومن هنا عرفنا شيئا من قصة هؤلاء الرجلين الذين ضربهم الله جل وعلا ولولاد إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فيكون هذا اللفظ مما يشرع وأن يقوله العبد حينما يرى شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه ففي هذه القصة تقريب المعاني الشرعية بيرادي القصص وأن ذلك جائز لا حرج فيه وفي هذه الآيات من الفوائد أن العبد لا ينبغي به أن يستنقص نفسه لقلة أمور الدنيا فيما بين يديه فإن الله جل وعلا يبقي للإنسان مكانته ومنزلته وفي هذه الآيات أن العبد يجوز له أن يدعو على صاحب دنيا لتزول الدنيا عنه متى ظن أن ذلك من أسباب صلاح حال ذلك الرجل وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد جواز ضرب الأمثال من أجل تقريب المعاني وفي هذه الآيات من المعاني والفوائد أيضا جواز زراعة العنب وحل ثمرتها وجواز زراعة النخيل وحل ثمرتها وجواز زراعة المزروعات من الحبوب ونحوها وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يتفضل على العباد بأن يقدر لهم ما يكون سبب من أسباب بقاء النعم عندهم من شكر الله جل وعلا ومن نسبة النعم إليه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إبداع نهر في الكون قبل أن يكون له مثل سابق وفي هذه الآيات استحباب المناقشة التي يكون لها أثرها الحميد في صلاح أحوال الإنسان وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يفخر بما آتاه الله من الأموال والأولاد فيهبات من الله قد تزول في لحظاته وفي هذه الآيات أن من أعظم ظلم الإنسان لنفسه أن يجحد نعمة الله عليه وفي هذه الآيات أن المعارضين من الكافرين والمنافقين إنما يبنون أحوالهم وأحكامهم على ظنون مجرد يظنون صدقها وفي هذه الآيات إثبات قيام الساعة وأن العباد يحاسبون فيها على أعمالهم وفي هذه الآيات أن صلاح أحوال العبد في الدنيا لا تعني صلاح أحواله في الآخرة وفي هذه الآيات أيضا أنه لا يكون هناك خلود في الدنيا فكل ما في الدنيا هالك وفي هذه الآيات أن من أثر عنه منازعة في الله وينبغي تذكيره بأدلة الربوبية التي يعرفها المخاطب وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به عند دخوله لشيء من نعم الله عليه أن يثني على الله سبحانه وتعالى وأن يربط الأمر بمشيعته فإذا رأى ما يعجبه ويسر به قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله وفي هذه الآيات تمن تمن الإنسان من ربه خير الدنيا والآخرة وأن ذلك لا ينقص من درجة العبد وفي هذه الآيات أن المفاضلة في أمور الدنيا تكون بالتقوى ولا تكون بمال ولا ولد وفي هذه الآيات تعلق الإنسان بقلبه بالله جل وعلا في أن يؤتيه نعمه وفي هذه الآيات أن عقوبة العباد على أعمالهم إنما تجري بقضاء من الله جل وعلا وقدر منه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات السعي إلى استجلاب المياه للزراعة وعدم التقصير في مثل ذلك وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ينصر أنبياءه وأولياءه الصالحين من عباده علماء الشريعة بأن يجري على أيديهم من الكرامات ما يكون سببا من أسباب صلاح أحوالهم ولذا نفرق بين الكرامة والمعجزة فالكرامة قد تؤتى لغير الأنبياء والمعجزات لا تؤتى إلا للأنبياء والكرامة تكون من أجل أن ينتفع الإنسان بمقتضى تلك الكرامة الكرامة بينما المعجزات إنما أتي بها من أجل التحدي الذي يكون بين الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم بارك الله أحوالهم أحوالهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر